السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دوسامودي هنه هن شاء الله نتكلمو على وحد الموضوع اللي في حقه ومهم مهم بزاف بالنسبة للذكور ديال الأرانب العقيمة يعني كنت سبق لي في حلقات قديمة هدرت على العقم ديال الذكور كي ان كنت هدرت على الخصيات الكبيرة والخصيات الصغيرة يعني يخصي يكون الخصيات ديالو مقادلين أما بالنسبة للطول أو صغر ديال الذكور ديالو يعني جهاز تناسودي ديالو ماشي مشكل أما هاد الذكور هدا اللي يخرج لي هاد البابيون هدا أنا بريت نهضر معاكم باش تترضو بالكم أن هاد اللي يمت ديالو انتما كما تشوفوا معايا هي هو حيوي مزيان ولكن كي نحل القادية ديالو الأرجل الخلفية ديالو الأرجل الخلفية ديالو إلا لحظت هاد هاد البابيون هدا هوا شوفوا هو من غدي يوقف شوفوا الأرجل ديالو الأمامية مع الأرجل الخلفية شوفوا رجله كيفاش خارجه هنا خاص مني كيوقف كيخرجها بحال هكا مائلة هكا بحال يقولوا فرك هدا كيكون مصالحش للتزاوج يعني هو الصالح ولكن يعني يعني العملية ديالتزاوج ديالو ماشي كاملة يعني ماشي غدي طلع وغدي يرتاكز فوق رجله يعني وغدي يطلع وغدي يقوم بالعملية ديالتزاوج كما ينبغي إلا هاد النقطة هاد يردو بالكم منها يعني كان دكور ديال الإحلال شي مشكل الحمدلله مني كيوجدو الشيخ الفاره كتوجد بكترة غينتوما هاد القادية هاد ديال اذكر من يكون فرك يعني من يكون الوقفة ديالو هانتمو كما كتشوفوها هانتمو هرا مخرج جلو هاد الرجل الخلفية هادي هيا ها مخرجها هانتمو مخرجها مين تشوفوه مخرجها هانتمو ها شوفو الفرق ما بينو وبين هاد هاد نيو زيلاندي غينتوما غينتوما منيك يوقف يوقف ورجلو الأمامية مقابله مع رجلو الخلفية هاد رجلو مفرق هده خارجين يعني احنا نقوله فرك يعني ففي يعني هاد الرجل هاد ديالو قتكون ففي هادي رجل ففي هانتمو واتباك الله وناشيط وحيوي ولكن من يكي يوقف انتو ما شوفوا كيف يشره دائن شوفوا رجلو كيف يخرج هنا هادي دائرة بحال هاكا هادي كتدلو عاقق باش يقوم بالعملية ديال تزاوج على اكمل وجه لا هاكا ماكيقدرش يطلع وخيكون طول ديال الجهاز تنسولي ديالو خافي لا هاكا ماكيقدرش يقوم بالعملية ديال تزاوج وصدقوني هاد الفكرة هاد يراها مجردة نحن نظر ان الناس اللي بغين يشري وحد ذكر على شي واحد مايكونش عندو هاد ديفو هاد هاد ديفو هاد مهم مهم بززاف لا يخصيش يكون فرك لانه ماكيقومش بالعملية ديال تزاوج على اكمل وجه ديال هذا هو حلقة النادي للهد النار اردو بلكم من هاد القضية هذه ان اخسكم يجيبو واحد اذكر يكون في حل ومايكونش رجليه عوج بها الطريق هذه لانه ما غادش يعطيكم واحد الانتاج اللي انتو مراضين عليه و اللي باغينه إذا ندير الحلقة ديلا شوفوا أنتوما وقع بيها بزفدبة أنتوما منكي الأرنب كي دير هاد القلسة هادي ممكن تخرج ترجلو من هناك شتوش حرا خارجا أنه فرق دك شي على الإعطاسي دي ربي وديرها الكاك إذا الحلقة ديلا راها سهلات الناس لي ما زالت شاركوش معنا يشاركو معنا تقيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد إليه إن شاء الله والسند نبزي رجام إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله